بتختار الحاجة او الطبيق اللي انت عاوزه مثلا انا اختار عندي هنا الواتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض ازاي تقدر تحصل على رقم امريكي لتفعيل الواتساب ومن تفعيل الواتساب ممكن تستخدمه باي شكل من الاشكال في تفعيل حسابات الزكاة الاصطناعي او مواقع الزكاة الاصطناعي في مصر تشات جي بي تي فتح تفعيل حسابات تشات جي بي تي برقم الواتساب بتاعنا طيب دلوقتي انا عاوز اجيب رقم امريكي برضو ممكن افعل بي حسابات الواتساب عادي جدا حتى لو اشتغلتش معاك تفعيل الواتساب على موقع الزكاة الاصطناعي ممكن تستخدم الرقم لأي شكل من الاشكال بحيث مثلا انك يكون معاك مطجر محتاج موقع او محتاج رقم مميز الناس تقدر تتواصل معاك عليه تقدر من الفيديو ده تجيب رقم امريكي لتفعيل الواتساب وزي ما قلتلك من تفعيل الواتساب هنفعل مع بعض حسابات على تشات جيب تي ومش عايز اطول عليك في مقدمة الفيديو ويلا بينا على الشرح على طول بعد ما روح عندي على موقع مهمل وخدت الرابط من معايا هنا وضفته عندي على تشات جيب تي وروح اكتب الباسورد عادي جدا بعد كده بغط على كلمة continue وبستنى شوية لحد معيبعات لان رسالة التأكيد بغط على علامة السهمين اللي فين حاولين بعضه دول بعد كده بيوصل لرسالة التأكيد من هنا هتنزل تحت كده شوية وتقوله هنا verify email address هتستنى شوية لحد ما صفحة من الاتنين دول تفتح على ما يفتحوا الاتنين هنجيب رقم الامريكي اللي نحتاجه للواتساب علشان نفعل بي حساب الزكاء الاصطناعي تشات جي بي تي هتروح عندك على بنج مي هنا ومن هنا بتروح تختار العلامة دي او اختيار select app بتختار الحاجة او الطبيق اللي انت عاوزه مثلا انا اختار عندي هنا الواتساب وبعد كده بنزل تحت كده شوية بضغط على نيكست ممكن تختصر عليك الوقت وتختار حساب تشات جي بي تي وبعد كده بتضغط هنا على نيكست قبل ما نعمل اي حاجة لازم نتأكد ان هو هيطلب مننا رقم الواتساب انت بتختار اي حاجة كده تمام بعد كده بتختار هنا تاريخ الميلاد وتقول هنا continue وبتخلي هنا ايجبت لو انت مثلا انت في مصر هيطلب منك هنا تفعيل الواتساب زي ما احنا قلنا كده ده بالشكل ده تضغط على علامة الواتساب هو يبعث لك رسالة على الواتساب بس بعد ما تيجي تكتب الرقم هنا بس انا عشان بلخص الموضوع انك تروح عندك على الطبيق اللي هسيبولك فيه الرابط اسفل الفيديو اللي هيجيبلك الرقم في الامريكي ده على طول هتضغط على كلمة تشات جي بي تي لو انت عاوز الواتساب ده مفيش مشاكل هيربوب معاك واتساب انا هختار تشات جي بي تي بعد كده بنزل تحت كده شوية بغضغط على كلمة نكست واختار الرقم ده هنسخ الرقم ده بعد كده بضيفه عندي هنا على تشات جي بي تي نسخت الرقم وضفته عندي هنا بالشكل ده بعد كده بقوله هنا send code بعد كده قال لك انا هيبعت لك الكود استنى شوية بس لحد ما يتم رسال الكود عندك على الرقم ده ووصل معنا هنا رسالة التأكيد بعد كده بغضغط على ستة ستة واحد تمانية تمانية اثنين ممكن تربط حساب تشات جي بي تي بالواتساب عادي الرقم ده ممكن تقدر استخدام الواتساب يعني لو جنا نروح كده عندنا حسابنا على الواتساب هنا بعد كده تروح عندك هنا اختيار الولايات المتحدة الامريكية او الولايات المتحدة بعد كده انا بتحط رقم التليفون اللي احنا كان معنا بعد كده بغضغط على كلمة التالي وتقوله هنا موافقة ومجارة ما تضغط على موافقة على طول هيحولنا ويجيب لنا رقم تأكيد عندنا على حسابنا هنا بعد ما تضغط على كلمة موافقة على طول قالك هنا الكود هو تبدأ تكتب الكود ستة اربعة ستة زيرو تين تلاتة ومن هنا يتم فتح حساب على تشات جي بي تي علشان تقدر عفوا يتم فتح حساب على الواتساب علشان تقدر تفعل بي حسابك على تشات جي بي تي وكده انا قدرت اجيب رقم امريكي من التطبيق اللي انا وردت لك في الفيديو وهتلاقي رابط التطبيق موجود في التعليقات او في رصف الفيديو ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعبني بلايك وسبسكرايب للقناة ولو احتاجت اي حاجة تقدر تتواصل معايا في الكومنت وارض عليك ان شاء الله ومع السلامة